قام نائب الاسترالي بالاحتجاج بطريقة فريدة من نوعها وذلك في سبيل وقف ظاهرة إلقاء نفايات الميثان الناجمة عن تقنية معروفة باسم التصديع المائي لاستخراج النفط والغاز وقام النائب الاسترالي جيريمي باكينجهام من حزب الخضر بإضرام النار في فقاعات من غاز الميثان كانت تتسرب من مياه نهر يقع شرق ولاية كوينزلاند الاسترالية وقال النائب في المقطع المصور الذي شهد أكثر من مئات آلاف المرات منذ بثه على موقع اليوتيوب مساء يوم الجمعة الماضي بأن الشعان النهري يعد مأساة بيئية متاهما الشركات التي تستخرج النفط والغاز بواسطة تقنية التصديع المائي بأنها مسؤولة عن هذا التلوث جدر بالذكر بأن استراليا تعد أحد أكبر المصدرين للغاز الطبيعي في العالم لكن استخدام تقنية التصديع المائي لاستخراج النفط والغاز في الأنهار والمجار المائية بات يواجه انتقادات حادة من جانب المدافعين عن البيئة Though اشتركوا في القرى فإن اشتركوا في القناة